سوريين لبعض سوف نحكي عن مؤسسة اتجاهات ثقافية وعن اتنين من برامجها يلي بتقدروا تقدموا عليهم بهالفترة اتجاهات هي مؤسسة ثقافية ناشطة بالثقافة المستقلة بسوريا والمنطقة العربية بتشتغل اتجاهات على تفعيل دور الثقافة والفنون المستقلة لتلعب دور إيجابي بعملية التغيير الثقافي والسياسي والاجتماعي وكمان بتسعى المؤسسة للمساهمة ببناء علاقة أصالة بين الفعل الثقافي والفني من ناحية والمجتمع السوري بتنوعه وتعدده من ناحية تاني هالهدف هذا بتسعى اتجاهات لتحقيقه من خلال عدة برامج ومشاريع منها مشروع ابتكر سوريا وبرنامج مختبر الفنون مشروع ابتكر سوريا بيتنفذ بالشراكة بين مؤسسة اتجاهات والمجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع مؤسسة ميميتا وبيهدف لتقوية وتعزيز خبرات الفنانين والفاعلين الثقافيين السوريين بالمهجر وبيسعى كمان لتوفير بيئة مؤهلة بتخول الفنانين والفاعلين الثقافيين ومنظمات المجتمع المدني للعب دور رياضي بتحسين الطرق المعيشية للسوريين من خلال دعم جهود ومبادرات مبدعة بتساهم بتكريس التعاون والالف والتكيف بين السوريين والمجتمعات المضيفة بيوفر مشروع ابتكر سوريا برنامج تدريبي بمجال التدخلات الفنية بمراحل الأزمات وبيدعم خمس مشاريع فنية مبتكرة وبعيدة عن النمط التقليدي بتوصل قيمة الدعم لعشر تلاف دولار أمريكي لكل مشروع مع توفير منصة للحوار وربط الفنانين السوريين ببعض بالمنطقة العربية وأوروبا من خلال منتدى حول الفنون المجتمعية بتم تنفيذه ببيروت التقديم على مشروع ابتكر سوريا مستمر لغاية 22.04.2018 فيكن تطلعوا على شروط التقدم والدليل التوجيهي من خلال الويبسايد الخاص بمؤسسة اتجاهات أما البرنامج الثاني فهو برنامج مختبر الفنون وهو برنامج دعم للفنانين السوريين بيتوجه للفنانين والكينات الثقافية السورية بهدف دعم ممارساتهم الإبداعية لتكون متجاوبة مع الأمكان الجديدة الموجودة فيها وكمان بيهدف لتعزيز أشكال التعبير الفنية وإتاحة الفرص للمبدعين المستقلين حتى يقدروا يقدموا أعمالهم الفنية بيبلش التقديم على برنامج مختبر الفنون يوم 1-5-2018 ضمن كل الفئات الفنية والأدبية اللي بيعطيها البرنامج وهي السينما، رسوم متحركة، مسرح، رأس، فنون أداء، كتابة إبداعية، فنون بصرية وبتشمل الفنون التشكيلية والتجهيزات الفنية ومشاريع التصميم البصري والغرافيكي وكذلك الموسيقى وبهذه الدورة تمت زيادة قيمة المنح لتوصل لعشر تالاف دولار أمريكي بفئات المسرح والسينما وست تالاف دولار أمريكي بباقي الفئات بتقدروا كمان تفوتوا على موقع اتجاهاتي اللي حتلاقوا بوصف الحلقة لتعرفوا تفاصيل أكتر عن الموضوع سلام سوريين لبعض معي أنا بسان داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين اشتركوا في القناة